البرلمان على موعد للتسلم قانون الموازنة بعد تدقيقه في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللجنة المالية النيابية تنتظر إحالة المشروع إليها للبدء بالقراءة الأولى ومن ثم التحول إلى إعادة النظر والتدقيق في جميع الأبواب والفصول والمواد في قانون الموازنة بعد قراءتها من القراءة الأولى اللجنة المالية حقيقة ستبدل جهود كبرى مناقشة فقراءات الموازنة وبالتالي نتمنى أن تكون فقراءات الموازنة واضحة ومكيفة بالشكل القانوني حتى تستطيع اللجنة المالية أن تحسم قراءتها بأسرع وقت ممكن ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان فإن اللجنة المالية النيابية يمكن أن تبدأ بالقراءة الثانية للقانون بعد مضي ثلاثة أيام على القراءة الأولى بعدها تنتقل اللجنة لتثبيت الملاحظات والاستضافات للجهات التنفيذية والمناقلة بين الأبواب والفصول وتخفيض النفقات الإجمالية إذا تطلب ذلك هناك حراك برلماني بالإسراع والاستعجال في تدقيق فقرات وأبواب الموازنة من أجل التصويت عليها بالمجمل ودخولها حيز التنفيذ زيادة نسبة الأموال التي تخصص للبيترو دولار وليس للمشاريع التنموية التي تخص المحافظات الغير منتظمة بإقليم لأن هذا يجعل البصرة حال حال جميع المحافظات والبصرة تمتاز بخاصية بأنها المصدر الأول للعرابة ورغم ارتفاع النفقات الإجمالية والتشغيلية لقانون الموازنة إلا أن الجانب الاستثمار فيها هو الأعلى فضلا عن تأسيس معالجات اقتصادية ومالية مهمة في الموازنة على مدى الثلاث سنوات المقبلة ومع ترقب وصول الموازنة إلى البرلمان يتوقع نواب أن تشريع الموازنة لن يتأخر في ظل وجود أجواء نيابية متقاربة مع رؤية الحكومة رغم ارتفاع النفقات الإجمالية للموازنة سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد